قصف يستهدف ناقلة نفط تابعة لشركة سعودية وأخرى ترفع على ما بنما وعلى الرغم من عدم تبني الحوثيين الهجوم بشكل رسمي إلا أن مراقبين رأوا أن تطور الخطير يحمل عنوان تكرار أحداث تأجيج الصراع في المنطقة والتي تؤكده نداءات الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تماما كما ترى ذلك في استمرار ضربات حزب الله اللبناني ضد إسرائيل وتهديد وزير الدفاع الإسرائيلي بمزيد من العقاب في جنوب لبنان مصادر كشفت لرويترز أن الناقلتين أمجاد التي ترفع العلم السعودي وبلولا جون وان التي ترفع العلم البنمي كانتا تبحران في مياه قريبة من بعضهم البعض عندما تعرضتا للهجوم رغم أن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتهم ما دون تقييم الأضرار للجسيمة أو وقوع أي خسائر بشرية لكن الأحداث المتصاعدة تتزامن مع حديث وسائل الإعلام عن تحركات إيرانية للتقرب من واشنطن والغرب بإحياء مفاوضات الاتفاق النووي وهو ما يثير تساؤلات حول مصير سلوك إيران في المنطقة مع دعمها لأذرعها أمر حرك أمريكا بإعلان وضع اللمسات الأخيرة على خطة غير قابلة للتفاوض أو التعديل حيث كشفت واشنطن بوست عن أن أمريكا تشرع بإطلاق خطة نهائية قريبة لإبرام صفقة تبادل في غزة بهدف وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار للمنطقة وهو ما يؤكد خبراء أنه يأتي في سياق تحذير أمريكي لأي تعد جديد تسلكه أذرع إيران كذلك في الشرق الأوسط أو ما من شأنه أن يقوض جهود إعادة الاستقرار لعموم المنطقة موسيقى